السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا بقا نعمل مع بعض وصفة حلوة اوي وبسيطة وسهلة وزي ما انتم شايفيني الصورة بتتكلم عن نفسها بس قبل ما ندخل على المأذية والطريقة ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة وبجد كلكم منتاتكم بتفرحني وبشكر كل حد كتاب لي كلمة حلوة الف شكر الف شكر من قلبي بجد والله تعالوا بقا نبدأ على الطريقة والمأذية حنعمل كرب بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة بصوا تحفة انا جبت الشفشرة بتاع العجان او الخلاط اي حاجة موجودة عندك او هند بلندر او كبة يعني ما توقفيش نفسك او مضرب سلك حطيت عليها تلاتة كبايات من الزقيق وتلات كبايات من اللبن ومعلاقة سكر ومعلاقة وشوية ملح ومعلاقة خل وحطيت عليهم كمان نص معلاقة بيكينج بودة تمام وحطيت ثلاث معالق زيت على زبدة يعني حطيت نصصت الكمية او حابة تحطي مادة دهنية اللي انت تفضليها زيت او سمنة او زبدة اللي انت عايزة انا مش بحب حطي له بيت ممكن انت حابة تحطي له بيت زوديها برضو تبقى قيمة غذائية زيادة لاطفالك تمام يبقى انا كل اللي حطيته اي هو اي الكرب معروف اللي دقيق قد المادة السيلة يعني هتحطي كباياتين دقيق هتحطي قصدهم كباياتين لبن او مي ممكن تحطي بقى انا عملت هنا حطيت كب كبايتين لبن وحطيت كبايت مية يعني انت ممكن تنصصت الكمية او كباية ونص لبن وكباية ونص مية لو انت هتعمليك ثلاث كبايت دي لو هتعملي كبايتين دي هتحطي قصدهم كباية لبن وكباية مية او لبن بس يعني الحرية ليكي تمام يبقى هو المكونات دقيق ولبن الاتنين قد بعض وحطيت معلقة سكر ونص معلقة ملح وحطيت نص معلقة بيكينج برضو لشان تخليه هاش كده ده بدل البيضة حابة تحط بيدها ما تحطيش بيكينج بودة وحطيت بقى المادة الدهنية اللي انت تفضليها يا زيت يا سامنة تمام كده خلاص انا خلصنا ودربته في الخلاط وبعدين هم حاجة صفته زي ما انتوا شفتوا معي تعالوا بقى نشوف هنا نجيب طاصة تبقى سخنة وبس هم حاجة اللي انت تسخنيها وبعدين تهدي النار وحنزل بقى بالكبشة كده وفضل ايه احراكوا كده في الطاصة زي ما انتوا شايفين لغاية لما شوف هو هتكمل الكبشة اللي انا حطاها او بالكباية يعني انا باخد الطاصة دي بتاخد حوالي كبشتين من اللي انا بعير بيها دي تمام بستو بقى اهم حاجة في تسوية الكريب اللي انت تسويه على نارها دي اول لما يبقلل كده زي ما انتوا شايفين يعمل فقعات كده يبقى اهم حاجة تسويته على نارها دي ما تعليش النار لانه عاي يتحرق منك ومش عايستي ومش تعرف يتقلبيه حايتقطع فانتي هدي النار بس الطاصة تبقى سخنة وما بين الواحدة والواحدة حاولت تبعيدي الطاصة عن النار شويه مش اول لما تحطيه يستوي وما يتفيادش معاك في الطاصة تمام انا عاملها في الطاصة عادية خالص بس الطاصة دي كبيرة مقاس 28 او 30 تقريبا ما عنديش طاست الكب طبعا لو عنديك طاست الكب عايدي يعني دي او دي بس دي اما حاجة تبقى طاستة ما بتلزقش يعني انا حعمل بقى كمية شايفين بقى عامل معايا زي ولونه شايفين بجد والله العجينة بتاعته كتطلعة مظبوطة مظبوطة فوق ما تتخيله انا بقى بفضل الف الصينية كده لغاية لما تتمالى معايا وبعدين اكيد يعني نحطة في لبن وحطة في سمنة اكيد بتاع برها بتعمل بتاع المحلات مش بيبقى فيه كمة غزائية كده زي اللي انت عاملاه في البيت اكيد بيتعمل بالمية لكن طبعا حكت البيت بتبقى احلى بكسير انا عخلص بقى معايا الكمية زي ما انتو شايفين كده بقلبه عن ناحية التانية اول لما يعمل فوقعات كده وخلص وانا بنحطة ورقة زبدة اوفوطة تطلعي عليه وهو ايه بيتطلعي تطلعي تحطيه فوق بعضه كده بس تتهوي شوية بعدين تغطيشها ما ينشافش منه بس والله انا ما غطيته وش انا سبته كده وشايفين حواريلكو طريس زي بصو بجد طريق فضيع طبعا الكريب ده بقى الحشوة اللي انت تحب اللي عندك حابة تعمليه حلو حابة تعمليه حادق براحتك خالص اللي انت حابة اعمليه بس لو انت عايزة تعمليه حلو هتحطي له فانيليا لو عايزة تعمليه حادق هتحطي له لو حطاله بيت هتحطي له فلفل اصمر تمام؟ انا طبعا هعمله حادق بس طبعا الحشوات بقى انت بقى لعبي فيها زي ما انت عايزة يعني مثلا انا عايزة تعمليه بالجبنت بس عايزة تعمليه بهامبورجر عايزة تعمليه بشاورمة لعبي بقى في الحشوات براحتك يعني الحاجة الموجودة ما توقفيش عندك بواقي فراخ بواقي لحمة اي حاجة عندك ممكن تحشيها في العجينة دي وهتبقى رهيبة ان شاء الله اخلص الكمية اللي معي بنفس الطريقة وبعد كده بقى حنبدأ حنشوف هنعمل اي زي ما انتوا شايفين انا بشوفه الاول هو خلاص استوى اول ما بيستوى بيتحرك معي في التصب كل سهولة فبشوفه كده بالايه باللسباتيولا كده بحلق ايه بيتحرك بقوم خلاص قل بقى عن نحية التانية اقل من ثواني وخلاص بشيله وبحطه فوق بعد زي ما انتوا شايفين هو ردكو قد ايه هو طري والعجينة كمان حلوة كده طعمها حلو اللبن بيديها طعم حلو وكمان لما بتحطيه معلقة سمنة بلدي او زبدة طعمها جميل بجد كده بقى انا خلصت الكمية كلها تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني انا خلاص خلصت كل الكمية اللي معي تعالوا بقى في نفس التوصل اللي انا عملت بها الكب انا كنت مقطع بقى صدق او صدق ازاي ما انتوا بتقولوا عليه انا بقولوا عليه صدق حطيت عليه بقى يضبك مقطع سوغنن كده وحطيت عليه ملح وفلفل اصمر بس كده ومش عايزة ينزل مياه انا عايزة يحطه على ناري عالية عشان عايزة يبقى ايه يتشوح كده في معلقة زيت بس كده مش عايزة يبقى يعني تكني بشوي يعني فاهميني ياخد صدمة كده بس مجايد بقى لما اللون يتغير كده ويستوي معي خلاص مش انا مش هحط له اي حاجة بقى ولا مياه تاني ولا زيت ولا اي حاجة انا عايزة بس تكني ايه بشوي على الجرل كده بمعلقة زيت ويدوبك بشوية ملح وشوية فلفل اصمر طبعا انا حطيت ملح ليه استدوق ببقى فيه ملح انا حطيت ملح لاني لسه هحط له خضير فيبقى خلاص اتملح فاهميني حنزل عليه بقى زي ما انتو شايفين بقى فلفل الوان فلفل اخضر وشوية زيتون صغنانين خالص وما تقطريش في الزيتون علشان الحشوة بتاعتك ما تحدقش تمام وارنفلفل بقى سبايسي الخضير اللي انت حابة بقى موجودة عندك الطعيم وزي كده حشوة استدوق معي حشوة سهلة وبسيطة وما فياش اي حاجة بس تعمها حلوة قوي وكمان مش هنبنش تقيلة كده لان الكربة اصلا بيبقى تقيل يعني مش محتاجة احنا نحط حشوات تقيلة في الجنب التاني بقى من الطاصة انا حطيت حوالي شوية بسترمة كده يعني كمية من البسترمة وبردو حديها تشويحة كده بمعلقة زيت بسيطة برضو وحنزل عليها بنفس الخضير اللي انا نزلته على استدوق يبقى انا عملت كده حشوة دين سهلين جدا وهو وبجد طعمهم حلوة قوي يا اما بقى وحط عليها برضو ايه فلفل الوان ومش بحط طماطم فلفل الوان وشوية زتون وبردو مش بكطر الزتون في البسترمة علشان ما يحدق ايش وحدي بقى للبسترمة رشة فلفل اسود بس زي ما انتو شايفين بقى اللي بتجيف جنب وتجيف جنب كده خلاص الحشوتين معي خلاصه مجرد لما تشوحوا كده تشويحة حلوة خلاص تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى في الحشوتين دول طبعا احنا عارفين الكريب اللي احنا عارفينه الطبيعي اللي احنا عارفينه اللي هو بيتحط على الجل وبيتحشى ويبقى صندوشات كده ده الكريب بالطريقة العادية انا هوريكوا الفكرة بتاعتو برضو طبعا كلنا عارفين هوريكوا الفكرة بتاعتو ممكن تعملي ده وممكن تعملي بقى اللي هي مفروضة اساس الفيديو اللي الوصفة الجاية اللي حقولكم عليه هجيب الجيل اللي كده برضو او ممكن في نفس الطوصة على فكرة بس انا عملت في الطوصة دي ايه الحشوة وحتني بقى الحرف الكريب كده هتنيه على جوة وبعدين بقى هحط فيها بقى الجبنة متزيلة بوريكوا نوع الجبنة اللي انا بشتغل بها نوع حلوة قوي الصفة واحط بقى شوية من الحشوة اللي انا حطاهم واحط عليها شوية من الجبنة وخلاص على كده وهقفله وحتجله بقى صدمة على الجنبين ايه في الجيل اللي كده ياخد له دي الطريقة اللي احنا عارفينها متعوضين عليها طبعا حلوة وجميلة وبجد الحشوتين حلوين او من افضل الحشوات اللي انت ممكن تعملي بيهم والكريب يعني بس ما توقفيش نفسك طبعا لو ما عنديكيش بقى بصرمة او لا اي حاجة موجودة عندك بقولك حتى لو بواقي بواقي لحمة بواقي خضور بواقي فرق بني اي حاجة هنا بقى اخد لون وحديله شايفين بقى لونه حلو ازاي ده بقى الكريب اللي ايه اللي احنا عارفينه تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا انا عملت بشاميل عملت بشاميل عادي جدا خالص مطوش اي حاجة بس ما نصورتوش معاكو لان انا صورتو معاكو كزا مرة قبل كده هو يدوبك معلقتين دقيقق على معلقتين سمنة وتشوحه كده لغاية لما ريحت الزيق طلعت ونزلت عليهم بوتلات كبيات من اللبن وبعدين حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وشوية جوست الثيب رشة بسيطة قوي جوست الثيب بس هو ده البشاميل خدتو بقى جبت صانية بالركس وحطيت بقى من تحت طبقة من البشاميل وحبدأ بقى لف البقية الحشوة اللي عندي ليستدقوا البس طيام وحط جبنة زي ما انتو شايفين كده وحلفوا رولات كده وحطوا في الصانية قد ايه بقى الصانية دي والله تحفى يعني انا كنت متخيلا للبشاميل هيتقيله لان الكريب اصلا تقيل لأ انا بالنسبة لي اللي هو بالبشاميل اخف من البشاميل من الكريب العايزين وطعمه احلى يعني جربوا بس الصانية دي ان شاء الله هتعجبكم وبحشي بقى كده بحط جبنة برضو نفس الخطوات في الكريب العادي بس الفرق اللي انا عملت له صوس بشاميله وحدخله الفرق والله تنفع صانية في العزومات احنا متعودين بقى عن ماكرون البشاميل لا اجلاش باللحمة لا ارقاء باللحمة ثواني دي احنا متعودين عليها في اي عزومة جربوا بقى الصانية اللي هي الكريب بالبشاميل دي رغيبة والله تحفى بعد كده بقى هنكمل بقى بقيته البشاميل هغطي الوش كله بقى ببشاميله وكمان مش بتاخد بشاميله ايما هو يدوبك زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة كده بس انا متققلة البشاميله انا مش بعمله كده للمكارونة انا بتققله في الكريب علشان انا عايزها تبقى متماسكة فاهميني وبعدين هرش بقى بقى جبنة كده في الوش هغطي بجبنة وخلاص على كده طبعا مش اغلى الفرن حدخل فرن على درجة حرار 22 الغريط لما ياخد لون كده من فوق الجبنة تسيح ويبقى كده الصانية طلعت معي تنفع بقى عشا تنفع غدا تنفع اي حاجة في الصيف اللي احنا فيه واي بقى نوع خضره بقى دونس كزبرة اي حاجة وده شكلها النهائي لما طلعت والله تحفى انا يمكن اول مرة جرب اللي هو الكريب بالبشاميل بس اعجبتني قوي طعمها احلى من البشاميل من الكريب العادي جربوها وان شاء الله تعجبكم طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها وشايفين بقى طرية ازاي انا حاسة اللي هي قريبة من اللازانية يعني حاسة اللي هي طعمها كده طعم الصانية دي قريب من اللازانية خالص ما تنسونوش بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتك